البداية من الشأن الداخلي فقد عقد مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني اجتماعا قال فيه الرئيس بوترو بورشينكو إن ميزانية البلاد للعام 2017 يجب أن تراعي توفير 129 مليار هريفن لقطاع الأمن والدفاع أي ما يعادل 5 مليارات دولار وهو ما يمثل نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وأضاف بورشينكو أن نصف المبلغ المخصص سيوجه لقطاع الدفاع الوطني مؤكدا على أهمية تمويل وزارة الداخلية وقوات الحرس الوطني وجهاز الشرطة بشكل صحيح كما دعا إلى زيادة تمويل جهازي أمن الدولة وحرس الحدود أرجو أن تضعوا في عين الاعتبار تلك الوحدات التي تحمل عبء ضمان النظام ومكافحة الإرهاب والتي ينبغي أن تعطلها الأولوية في التمويل اتفقنا مع رئيس الغزراء أن وحدة مكافحة الإرهاب ألفا وإدارة أمن الدولة يجب أن تكون لها الأولوية في التمويل